الأحلام للدكتور مصطفى محمود يقرأها عليكم نزار طاها حاج أحمد هناك حكمة قديمة تقول بأن لا جديد تحت الشمس وأن كل اختراع ما هو إلا توليفة من الأفكار القديمة مركبة على نمط آخر وكل رواية جديدة ما هي إلا نفس المشاكل القديمة معروضة بشكل آخر وكل نظرية جديدة ما هي إلا النظريات القديمة من وجهة أخرى لا جديد الحب الذي نقرأ عنه في قصص الفراعنة هو نفس الحب الذي نقرأ عنه في قصص بلزاك وهو نفس الحب الذي نقرأ عنه في قصص سيمون دي بوفا لا جديد مجرد اختلاف في الأساليب وطريقة العرض ولا شيء غير ذلك المجتمع تطور ولكنه كان تطورا في الشكل أما الإنسان فقد ظل هو الإنسان إنسان الغابة استبدل مخالبه بمخالب أخرى أنيقة ودهونة بالمناكير كان في البداية يقتل أخاه بقطعة حجر ثم اكتفى بأن يمتلكه ويبيعه كرقيق ثم اكتفى بأن يسرق خبزه ثم ظهر الدول استعمارية خطتها أن تسرق أرضه وتستولي عليها ثم ظهر استعمار آخر من نوع مذهبي هدفه الاستيلاء على حريته وعقله وتفكيره مجرد اختلاف في الأساليب والحيل والتبريرات ولكن المشكلة هي لا جديد فيها منذ أن بزغت الشمس وهناك قانون في علم الطبيعة يقول إن المادة تخضع في سلوكها لنفس النظام فهي لا تفنى ولا تستحدث عود الكبريت حينما يحترق ويختفي هو في الحقيقة لا يفنى وإنما يتحول إلى ثاني أكسيد كربون وماء وحرار يتحول إلى تواليف أخرى وتبقى مادته على الدوام حافظة لوزنها لا تزيد ولا تنقص ولا تفنى ولا تستحدث الاستحداث هو مجرد استحداث أشكال وعلاقات وهناك قانون أخطر من الاثنين في علم النفس يؤكد أن النفس البشرية تخضع أيضا لنفس القاعدة فالنفس لا تفقد شيئا من مضمونها إذ لا يوجد شيء اسمه نسيان كل إحساس وكل تجربة وكل خبرة وكل عاطفة مهما بلغت من الهوان والتفاهة لا تفنى ولا تستحدث وكل أسرار قلوبنا ووجداننا غير قابلة للاندثار كل ما في الأمر أنها تنطمس تحت سطح الوعي وتتراكم في عقلنا الباطن لتظهر مرة أخرى في أشكال جديدة في زلة لسان أو نوبة غضب أو حلم غريب ذات ليلة وما الأحلام إلا الحياة التي تدب في هذه العواطف التي ظننا أننا نسيناها وبردسون يعتقد أن الحياة تقاوم النوم وتصارعه وأن الأحلام هي ماضين الذي يقاوم النوم أو يتمطى في خيالنا بين ليلة وأخرى وبردسون له نظرية في الأحلام مستقلة عن نظرية فرويد فهو يقول إننا في الحقيقة لا ننام وأن حواسنا في الحقيقة لا تنام وإنما هي تنعس فقط وتسترخي بمعنى أننا نظل نحس ونظل نرى ونظل نسمع في أثناء النوم ولكن مرئياتنا وإحساساتنا تأتي إلينا باهتة مغلفة بالضباب فنحن إذا أغلقنا عيوننا وأسدلنا أجفاننا فإن مسرح الرؤية لا ينطفئ تماما من أمامنا وإنما نظل نرى نقطا مضيئة ودوائر وخطوطا وبقعا مضللة وبقعا ملونة تتحرك وتتمدد وتنكمش في مجالنا البصري وعلماء العيون يقولون إن هذه النقط والدوائر والبقع سببها الدورة الدموية في قاع العين وضغط الأجفان على القرنية أما بيرتسون فيعتقد أن هذه النقط هي المسحوق الضوئي الذي تنشأ منه الأحلام إنها مثل علبة الألوان ومسحوق الطباشير والباستيل الذي يلون به الرسام لوحته وبالمثل تظل آذاننا مفتوحة في أثناء النوم وتظل الأصوات تتسلل إلى أعصابنا وتثيرها وبالمثل أيضا يظل جلدنا حساسا ويظل ينقل إلى أعصابنا كل شكة وكل لدغة وكل لفحة ساخنة وكل رعشة باردة وكل إحساس بالخشونة أو النعومة أو الضغط وأحشاؤنا لا تنام هي الأخرى وإنما تظل في حركة دائمة طول الليل وقد تبعث إحساسا بالانتفاخ أو المغص أو الغثيان وعظامنا قد تبعث هي الأخرى أوجاعا وآلاما ومعنى هذا أن الجسم لا ينام وإنما يظل مثل مدينة مفتوحة تغزوها المشاعر والأحاسيس من كل جانب وما الأحلام سوى التهافت الذي يحدث حول كل إحساس من هذه الأحاسيس ويستشهد بيرسون بالتجارب التي أجراها معحد الأبحاث السيكولوجية البريطاني على عدد من النائمين وفي إحدى هذه التجارب يلقي الطبيب بشعاع بطاريته على أعين النائمين في العنبر ثم يقضهم ويسألهم جميعا عن الحلم الذي شاهدوه فيجيب الجميع بإجابة واحدة لقد حلموا بأن النار مشتعلة في العنبر وأن ألسنة من اللهب تصعد إلى السقف وتتراقص في الهواء وفي تجربة أخرى يسلسل الطبيب بالمقص في أذن كل واحد على انفراد وهو يغط في نومه فتؤدي هذه الآثار إلى حلم طويل معقد فيه حب وخيانة ومبارزات بسلاح الأبيض في الغابة في تجربة ثالثة يفتح الشباك ليسقط شعاع القمر الباهت على أعين النائمين فتؤدي هذه الإطارة إلى أحلام لذيذة عذبة بطلاتها عذار جميلات بيض كالمرمر وهناك تجربة أخرى جربناها جميعا هي النوم بعد عشاء دسم وما يحدث فيه من انتفاخ وامتلاء يؤدي إلى حلم الكابوس وبالمثل إحساس الحصر في أثناء النوم يؤدي إلى أحلام بالتبول ومعنى هذا أن الأحلام لا جديد فيها وأنها انعكاس للحياة الفيزيولوجي التي يعيشها الجسم والجسم بطبيعته لا ينام وإنما هو يكسل فقط وتكسل حواسه ولكنها تظل تتوارد على الذهن تظل المرئيات تتوارد على العين والأصوات تتوارد على الأذن والمشاعر تتوارد على الجلد والآلام تتوارد على الأحشاء وحول هذه المشاعر تتهافت الصور الذهنية لتصنع الأحلام وهي تتهافت من المحصول الذي نحتفظ به في الذاكرة إن مضمون الأحلام تصنعه الذاكرة وشكل الأحلام تصنعه الحواس تماما كما يحدث في اليقظة الشكل الذي نراه في الواقع تصنعه الحواس وفكرتنا عن هذا الشكل تصنعها الذاكرة الذاكرة هي الأرشيف الذي نرجع إليه كل لحظة لنبحث عن المتعلقات التي تتطلبها الرؤية التي نراها في الواقع وهذا هو ما يحدث تلقائيا في أثناء النوم تتسابق الصور من الذاكرة لتتهافت على الإثارة التي أثارتها الحواس وبرجسون يقول أكثر من هذا يقول إنه حتى في اليقظة تستطيع الذاكرة أن تشكل رؤية وهمية تشبه ما يحدث في الأحلام فالقارئ أحيانا يمر على الخطأ المطبعي في الصحيفة وفي الكتاب فلا يفطن إليه ويقرأ الكلمات كما لو كانت صحيحة والسر في هذا أن شكل الكلمات في أرشيف ذاكرته صحيح وذاكرته تصور له الإملاء الصحيح أثناء القراءة وتسد الفجوات المطبعية نتيجة السهو أو الخطأ فيرى الكلمات كما لو كانت صحيحة ويقرأها سليمة ولا يفطن إلى أخطائها وهذه ال كما لو كانت هي مفتاح اللغز في تكوين الأحلام كما لو كانت حقيقة وأرشيف الذاكرة هو الذي يمد خيالنا بصور الواقعية ويمدنا أيضا بالإحساس بأننا نعيش كما لو كنا في الواقع ما الفرق إذن بين الحلم واليقظة؟ الفرق هو في درجة اليقين ودرجة الدقة ودرجة الصدق ودرجة التطابق بين واقع الإحساس وواقع التذكر واقع الإحساس في أثناء اليقظة واقع متوتر كله انتباه وتركيز وحصر للذهن واستدعاء الذاكرة يكون فيه حادا وبالتالي يكون عمل الذاكرة دقيقا فالبيت الأحمر المبني بالطوب الذي أشاهده في آخر الشارع هو بالتأكيد بيت خالي ليس في ذلك شك وهذا التطابق وهذه الدقة لا توجد في الأحلام وإنما يكون التهافت مفككا من عدة ذكريات في وقت واحد فهذا البيت الأحمر هو سجن ولكنني أشعر وأنا أتجول فيه أنه يشبه بيت خالي ثم أشعر فجأة أنه يشبه بيت الفيل في حديقة الحيوان والسر في هذا التهافت المفكك هو الاسترخاء إن الحلم نشاط غير متوتر نشاط كسلان ناعس مسترخي تختلط فيه الأحاسس والصور وهناك فارق آخر بين اليقظة والحلم إن الزمن في اليقظة هو زمن الساعة الموضوعي الذي يعيش فيه الكل ولهذا تضبط الذاكرة نشاطها عليه وتتابع الخيال باستنتاجاتها أولا بأول حتى لا يفوتها قطار الواقع إنها تعيش في إطار زماني مكاني محدد وهذا التحديد يؤدي إلى دقة أكثر أما في الحلم فلا يوجد تحديد الزمان والمكان لا وجود لهما النائم يقطع صلته بالزمان الموضوعي ويعيش في زمان ذاتي خاص به ويقطع صلته بالمكان ويعيش في عالم فراغي وبهذا يستطيع أن يضغط حوادث حلم تستغرق سنة كاملة في دقيقة زمنية أو أن يمط حادثة قصيرة إلى سلسلة كسولة من الوقفات والانطباعات ويستطيع أن يشاهد منظرين في وقت واحد لأنه لا توجد جدران للمسرح الذي يقف عليه وهذا يؤدي إلى التداخل والتشويش في الأحلام ويجعل الأحلام مفتقرة إلى الدقة والتحديد لذين يمتاز بهم الواقع وبردسون يضرب لنا مثلا بحلم من أحلامه يقول كنت أحلم أنني أخطب في جمهور ثم بدأت أسمع همهمة في القاعة وبدأت الهمهمة ترتفع وترتفع حتى أصبحت صخبا مدويا ثم ضجيجا مرعبا ثم بدأت أميز بينها صيحات واضحة تتردد بإيقاع منتظم أخرج برة أخرج برة أخرج برة أخرج برة وتيقضت مرعوبا لأجد أن الكلب يعوي في الحديقة إلى جوار أذني وعواؤه يتردد بإيقاع منتظم ينطبق على الفقرات التي كنت ما زلت أسمعها أخرج برة أخرج برة كان من الواضح أن الحلم بدأ بهذا العواء الذي ظل يطن في أذني ويثيرني وتحرك الذاكرة وذاكرة محاضر فلسفة بالجامعة تذكر أول ما تذكر من أنواع الضجيج ضجيج التلاميذ وصخبهم وتململهم وبهذا تم التطابق التقريبي وانتهى إلى هذا الحلم وبردسون في الحقيقة لم يقل لنا ما السر في أن الضجة التي تهافتت عليه في الحلم لم تكن ضجة استحسان وتهليل ولماذا كانت على وجهة التحديد ضجة ازدراء وهذا عيب في نظرية بيردسون بأكملها إنها نظرية تشرح البناء الشكلية للأحلام ولكنها لا تفسر لماذا يحتوي الحلم على مضمون عاطفي بعينه لماذا تأكل النار في الحلم بيت زوجتي ولا تأكل بيت أمي إن النار هي المقابل الذي تفترضه الذاكرة للضوء الشديد الذي يقع على العين ولكنها تسوق هذه النار في سياق قصصي لمضمون عاطفي يختلف في كل واحد عن الآخر هنا السؤال وجواب هذا السؤال لا نجده عند بيردسون وإنما نجده عند فرويد الدائرة المغلقة أنت تنظر إلى طفلك ويخيل إليك أنه حمامة بيضاء ملاك بريء نقي طاهر الذيل ولكن فرويد له رأي آخر إنه يقول إن طفلك شيطان العين حيوان تلوثه الرغبات والغرائز الغيرة والأنانية والرغبة في التحطيم التلدد بالقسوة والتلدد بالبكاء والتلدد بالجنس في دمه وطفل في نظر فرويد مخلوق جنسي يتلدد بفمه في أثناء الرضا ويتلدد بجسمه العاري ويفرح برؤية نفسه عريانا ويأخذ في تحسس جسمه في نشوة ويتجه بغرائزه اتجاهات غير مهذبة لا يعرف فيها الحرام من الحلال فهو يتجه بحبه نحو أمه ويعشقها ويغار عليها من أبيه بل هو يحقد على أبيه ويتمنى أن يقتله وتلك عقدة أوديب ثم يصطدم بالواقع بصغاره وتفاهته وقلة حيلته وحاجته الدائمة للرعاية ويحاول الفرار من مشكلته بالتشبه بأبيه فيصطنع لنفسه شاربا يرسمه بقلم الفحم ويضع في فمه سيجارة ويفخم حركاته ويضخم صوته ويختال ويتكلم بلغة الوعب يحدث هذا في وعيه ويحدث في باطن عقله دون أن يدري وهذه هي البذرة التي ينشأ منها الضمير ثم يخرج من نطاق عائلته إلى الشارع ويخرج من أنانيته ليدخل في علاقات حب مع أفراد من أبناء جنسه مع أشباهه من الأولاد ثم يصل إلى سن البلوغ وتتركز لذاته في أعبائه التناسلية فيتجه بحبه إلى الجنس الآخر ويصطدم بالحلال والحرام وبالتقاليد والعرف والأخلاق والدين والأصول وما يجب وما لا يجب وما يجوز وما لا يجوز وتكون نتيجة هذا الصدام الدامي أن يدفن كل رغباته غير المشروعة في عقله الباطن وتظل هذه الرغبات صحية لا تموت تظل مدفونة بالحياة تتمطى بين وقت وآخر في أثناء النوم لتعيش في حلم طويل غريب وهذه هي نظرية الأحلام عند فرويد الأحلام هي بعث للرغبات الحرام المدفونة في النفس من أيام الطفولة وقضاء للحاجات التي حرمنا منها بحكم الأخلاق والدين والآداب الاجتماعية وتحقيق لما لا يمكننا تحقيقه في الواقع وما لا يليق أن نفكر فيه في يقظتنا ونحن بكامل وعينا بل إن الأحلام كلها تحقيق لرغبة عليا هي حراسة النوم فبدلا من أن نستيقظ لأن حلقنا جاف من العطش نحلم بأننا نشرب ونشرب ونعب من الماء المثلج وبهذه الحيلة نحتفظ بنومنا الحلم إذن هو قضاء رغبة وهي عند فرويد ليست أي رغبة وإنما هي رغبة طفولية غالبا رغبة جنسية مخجلة مزرية ولأن ضمائرنا لا تنام تماما في أثناء النوم وإنما تنعس فقط وتكسل لا يجد عقلنا الباطن مفرا من أن يصوغ هذه الرغبات المخجلة صياغة رمزية حتى لا نفطن إلى حقيقتها المزرية ونصاب بالجزع ونستيقظ فالذكورة مثلا يرمز لها في الأحلام بتعبان أو شجرة أو مضلة أو عصا أو سكين والأنوتة يرمز لها بدائرة أو كهف أو زجاجة أو صفيحة أو باب أو علبة مجوهرات والجنس يرمز له بالركوب والطيران والجري والسباحة والتسلق والرقص والأب يرمز له بالملك والأم بالملكة والموت بالسفر وكلها رموز طفلية ونظرية فرويد في الأحلام هي نفسها نظريته في الهستيريا والأمراض العصبية فالأعراض العصبية عند فرويد ما هي إلا محاولة رمزية للتنفيس عن رغبة باطنة مكبوتة فالرجل الذي يكبت إحساسا بالذنب قد يصاب بوسواس الوضوء وقد يعمد إلى غسل يديه برة بعد مرة وغسل الصابونة بصابونة أخرى وغسل فمه بسبورتو والكلونيا ويظل يحس أنه قدر بعد كل هذا والغسيل هو الرمز المألوف للتطهر والتوبة والفرق بين المريض والسليم في مثل هذه القصة أن سليم يحلم بهذا الرمز في نومه أما المريض فيعيشه ويعانيه في يقضته كعارض عصبي لا يفهم معناه وبعن هذا أن الدينمو الذي يولد دوافع الأحلام هو الطفولة ورغباتها الخام ولداتها البدائية وما الدور الذي يلعبه الحاضر إلا مجرد خلق البناسبة لبعث هذه الرغبات في الأحلام أنت تشتبك في خناقة مع رئيسك في العمل فتحلم في نفس الليلة بشيطان له وجه أبيك وجسم رئيسك يجسم عليك ويحاول قتلك لقد كانت هذه الحادثة مجرد مناسبة بعثت في نفسك ذكرى كراهيتك الأوديبية لوالدك والعقل الباطن كما يتصوره فرويد لا ينتظر نصف الليل لينشط في الأحلام وإنما هو يعمل أيضا في اليقضة وكل زلة لسان تقع فيها إنما تكشف عن رغبة باطنة تحاول إخفاءها ولسانك حينما يزل في لحظة فيقول أروفوار بدلا من أن يقول أهلا وسهلا يكشف عن رغبة باطنة في الخلاص والهروب ويكشف عن نفورك من الشخص الذي تستقبله على الباب بابتسامة وبذرعين مبتوحين هذا هو رأي فرويد وعيب هذا الرأي أنه رأي محصور ضيق إن فرويد يغلق نفسه في دائرة الجنس باعتبارها الدائرة الوحيدة التي تحتلها الدوافع الهامة المقلقة وهذا غير صحيح حتى بالنسبة لفرويد نفسه وكما يقول إيريك فروم إن فرويد هذا الذي فسر الإنسان في نومه ويقضته ومرضه وصحته بالجنس فرويد هذا لا يمكن تفسير حياته بالدوافع الجنسية أبدا فقد عاش حياته في شبه تطهر نسيحي وهو يضرب مثلا آخر لضيق النظرة لفرويدية بحلم العري وحلم العري هو الذي يرى فيه النائم نفسه عاريا أو شبه عار في الطريق ويشعر بالخزي والخجر والحرج من أن يراه أحد وهو بهذه الحالة المزرية والناس يرونه ولا يلتفتون إليه في حين أنه يظل محرجا خزيانا وكلنا مررنا بهذا الحلم وفرويد يفسر هذا الحلم بأنه بعث للرغبة الطفلية المكبوتة في العرض وبعث للنشوة الطفلية الناتجة عن عرض الجسد عاريا وهي نشوة لا تقرها اللياقة ولا الآداب العام ولذلك يصاحبها إحساس بالحرج لماذا يصر فرويد على تفسير العري على أنه رمز للذة الاستعراض لماذا لا يكون العري هو رمز للصراحة والصدق والحقيقة وهي صراحة تصطدم في الواقع بالنفاق والمجاملة والتملق وتنتهي بصاحبها إلى الإحراج والزراية إن العري رمز يحتمل التفسيرين وانحصار فرويد في المعنى الجنسي على الدوام ليس له ما يبرره والطفولة وحدها كباعث للأحلام فرض فيه كثير من التعسف فهموم الطفولة ليست وحدها الهموم المؤرقة وهموم الرجل الناضج ومشكلاته أكثر عمقا من هموم الطفل وأكثر إثارة للتساؤل والقلق والخيال والحلم والخلاف بين فرويد وأريك فروم يزداد ويتسع ويبلغ أشده في تفسير رؤية حلم بها فرويد شخصيا وفرويد يرد هذه الرؤية في كتابه تفسير الأحلام فرويد يرى في هذه الرؤية أنه يتصفح كتابا في علم النبات وأنه يعتر بين صفحاته الملونة على زهرة مجففة محنطة ويتأقض فرويد من هذا الحلم الغريب ويحاول أن يجد له تفسيرا بطريقته المألوفة بأي استرخية ويترك خواطره تتهافت عليه في حرية إنه يتذكر أنه رأى في اليوم الماضي كتابا عن نبات السيكلمان معروضا في إحدى البترينات ويتذكر أن زوجته كانت دائما مغرمة بزهور السيكلمان وأنه يفرط دائما في حقها وينسى أن يشتري لها هذه الزهور ويتذكر أنه كتب رسالة علمية في نبات الكوكا وهو النبات الذي يستخرج منه مخدر الكوكاين لو أنه تابع هذه الدراسة لكان له فضل اكتشاف الكوكاين ولكنه كان مهملا كسولا وكانت النتيجة أن اكتشف الدكتور كولر هذا المخدر وضع عليه المجد المنتظر ويتذكر أيضا أنه كان في لقاء أحد أطباء العيون منذ أيام وجاء ذكر الكوكاين في الحديث فقال الطبيب المختص إنه مخدر ممتاز في جراحة العين وفي تلك اللحظة شعر فرويد بالحسد وتمنى لو أنه ثابر واجتهد حتى كان له فضل هذا الاكتشاف ويخلص فرويد من كل هذا إلى أن الحلم هو بعث أحلام المجد التي كانت تراوده وهو صغير بأن يكون مكتشفا كبيرا ذات يوم وأيريك فروم يخالف فرويد في تحليله على طول الخط ويقرر أن الحلم دلالة مباشرة على عقدة فرويد وعلى شخصيته المتناقضة فهو في الوقت الذي يشتهر فيه كعالم متخصص في الحب والجنس تكاد تخلو حياته تماما من الحب والجنس والزهرة وهي رمز الجنس تبدو في الحلم زهرة جافة محنطة مضوطة في كتاب لقد ضح فرويد بعاطفته وغريزته على مذبح العلم وجعل من عاطفته تجربة معملية مجففة محنطة في الكتب وهذا هو النقص الذي يشعر به فرويد في أعماقه والذي ينعكس واضحا في حلمه والنتيجة التي تؤدي لها هذه الخلافات في التفاسير أن نظرية فرويد تكشف جانبا واحدا من حقيقة الأحلام وأنها تنحصر في هذا الجانب وتتعصب له في الوقت الذي تتسع فيه الأحلام لأكثر من نظرية موضوعية فما هي النظريات الأخرى؟ غول اسمه الواقع المرضى بأعصابهم ينامون بكثرة لأنهم في الحقيقة يكرهون الواقع ويكرهون اليقظة ويحلمون بالخلاص من الحياة التي يفتحون عليها عيونهم كل يوم وهم حينما يصابون بالأرق يأرقون من فرط قلقهم على النوم ومن فرط لهفتهم على النوم الدواء الذي يتعاطاه مرضى الأعصاب هو النوم بكثرة والانشغال بالأكل وسيلة أخرى لتضيع الوقت واستجلاب الوهم حتى يأتي الليل ويحلم يعاد النوم وفي المجتمعات الحديثة كل الناس مرضى بأعصابهم وكل واحد يشكو بشكوى أو بأخرى والواقع عندهم جميعا ثقيل كثيف معقد متشابك من الصعب إن لم يكن من المستحيل أن يجد كل منا حلمه لم يخلق بعد النظام الذي يحقق لكل منا أحلامه كل النظم في الدنيا محاولات تقريبية لتحقيق السعادة والسعادة نسبية وكل واحد له مزاج ومزاج واحد هو عكننة بالنسبة للآخر وكيف يمكن إرضاء الملايين كيف يمكن إرضاء مليون مزاج ومزاج مستحيل إن أي نظام يعجز عن أن يفي لكل فرد حقه والواقع سيظل دائما كثيفا سخيفا والواقع فيه صفة أخرى إنه وقح لا يتركنا في حالنا وإنما يدخل في حياتنا كل لحظة ويقتحم علينا سكينتنا أصوات الآباء والأمهات والحموات أصوات المدرسين وأصوات عساكر المروء وأصوات الراديو والصحف والكتب كل هذه الأصوات تقتحمنا رضينا أم لم نرضى وهذه صفة الواقع الاقتحام الواقع يخرق آذاننا ولا ينتظر منا أن نرحب به أو نرفضه وإنما يدخل علينا عقر دارنا كما تدخل الصحيفة من تحت الباب وكما يدخل الماء من المواسير والكهرباء من الأسلاك الواقع يقفز علينا من النوافذ يحمل إلينا آلاف المزعجات في كل لحظة وهو أحيانا يجاملنا وأحيانا يضللنا وأحيانا يبهجنا وأحيانا يحزننا ولكنه دائما يسرقنا من أنفسنا ويفرض علينا وجوده وهو وجود مشكوك فيه ولكننا لا نستطيع أن نتحقق من تفصيلاته لأنها كثيرة كثيرة جدا ومتناقضة ومتشابكة ومعقدة طوفان من المزعجات ولا خلاص من هذا الطوفان إلا بالنوم النوم هو السد العالي الذي يرتفع أمام هذا الطوفان ويحجزه عن الوعي ولهذا يصبح النوم نعمة وراحة كبرى وكارل يونغ يعتقد أن هناك سببا آخر يجعل للنوم هذا السحر إن النوم يغلق الباب على الواقع وفي نفس الوقت يفتح الباب الموصل لعالم الغيب عالم الأسرار والغوامض وما فوق الواقع وكارل يونغ لا يعتقد أن الذي يتحدث في الأحلام هو صوت العقل الباطن وإنما يعتقد أن المتحدث هو صوت الغيب إن حدوث الانفصال بين النفس والواقع يحقق اتصالها بعالم الغيب ألم ما فوق الواقع والأحلام هي الحكمة العليا التي تبثها فينا هذه الأصوات الغيبية وهو يروي هذا الحلم الغريب الذي شاهده أحد مرضاه المريض يحلم بأنه يدخل قاعة جوها رهيب وكل من بالقاعة صامت لا يتكلم وعلى الجدار لافتة مكتوب عليها قاعة التأملات وهناك صوت يرتل إن الدين ليس زهدا وليس رفضا للحياة إنه الرغبة في الحياة وقد بلغت مداها وغايتها وأشدها فأصبحت دينا ويعزف الأورغن مقطوعة لباغنر اسمها سحر النار ثم يخرج المريض من القاعة ليرى على البعد نارا متوهجة خلف الجبل ويشعر أن هذه النار التي تشتعل منذ الأزل والتي لن تنطفئ لا بد أن تكون هي النار المقدسة وكارل يونغ يعتقد أن هذه النار رمز للمقدرة الإلهية وأن الحلم من أحلام الإلهام ويونغ بهذا يختلف عن فرويد بشدة فبينما يعتقد فرويد أن الحلم عودة إلى الماضي وإلى الطفولة بتخريفها وهديانها يعتقد يونغ أن الحلم إشارة للمستقبل وإلهام من الملأ الأعلى وإيريك فروم مفكر عصري يقف على أرض محايدة بين الاثنين وهو لا يلغي احتمال حدوث الإلهام واحتمال حدوث الاتصال الغيبي في الأحلام لكنه يقول إن هذه الحالات نادرة وهو يفسر حدوث التنبؤ في الأحلام بنظرية متواضعة إنه يقول إن النوم يمنحنا الفرصة الذهبية التي ننتظرها فرصة خلوتنا بأنفسنا إن الواقع الذي يطاردنا في يقضتنا ويقتحم علينا حياتنا يسرقنا من أنفسنا على الدواء ولا يمكننا في أي خلوة حقيقية ونحن نظل ضائعين في ضوضائه حتى يزدل النوم علينا النوافذ ويغلق الأبواب فنبدأ في خلوة حقيقية ليس فيها صوت غير صوتنا ونبدأ في التفكير على هدى هذا الصوت والأحلام هي هذا التفكير وهو تفكير يحتوي على طفولتنا وصبانا وشبابنا وحاضرنا ومستقبلنا لأنه تفكير في همومنا كلها ومن التعصب أن نزعم أنه قاصر على طفولتنا أو مستقبلنا أو مشاكلنا الجنسية إنه تفكير شامل وانشغال شامل يحتوي على كل هموم الشخصية بكاملها وهو تفكير يمتاز أحيانا بالصفاء لأنه يخلو من تشويش الواقع ولذلك تأتي بعض تنبؤاته صادقة ومفاجئة لنا في يقضتنا ويونغ يروي هذا الحلم صاحب الحلم يحكي أنه كان في مقابلة هامة مع أحد رجال الأعمال بشأن الاتفاق في مشروع تجاري مربح وأنه خرج بعد المقابلة مقتنعا بأن شريكه رجل أعمال ممتاز وأن الإشاعات الكثيرة التي سمعها عن نزاهته وكفاءته في محلها ولهذا صمم على البدء في المشروع وعقد الشراكة معه وفي نفس الليلة يحلم حلما غريبا أنه يرى شريكه يزور في الحسابات ويزيف في أوراق الشركة ليغطي اختلاسات كبيرة اختلسها من الخزينة ويتأقض مندهشا ولكنه ما يلبط أن يطرد الحلم على أنه وسوسة شيطان ويتعاقد مع شريكه ويسرعان في العمل وما تكاد تمر شهور حتى يفاجأ باختلاسات جسيمة في رأس المال وتزييف في الأوراق ويكتشف أن المزيف هو شريكه ويونغ يفسر هذه النبوءة بأن الحكم على هذا الشريك في أثناء المقابلة التي تمت في الواقع كان مستحيلا لأن الإشاعات عن نزاهته كانت تسبقه في كل مكان وكانت تحيطه بضوضاء من الصعب استبعادها في أثناء الحكم عليه ولكن الذي حدث أن النوم استبعد هذه الضوضاء بالفعل فأمكن للعقل أن يستعيد انطباعاته وأن يرتبها في صفاء وأن يستخرج منها الحكم الصحيح إن نظرة هذا الرجل نظرة لس هكذا قال صاحبنا التاجر بعد الحادث بشهور ولكنه لم يستطع أن يستشف هذه النظرة في حينها لأنها كانت محاطة بهالة من الضجة والدعاية لم يستطع أن يستشفها إلا حينما تذكرها وهو يحلم وهكذا تكون نبوءات الأحلام خالية من معنى التنبؤ وإنما هي تفكير يستشف المستقبل ويتعرف عليه لأنه يستخدم نوعا صافيا مركزا من التأمل والفراسة والحكمة التي تبدو في بعض الأحلام لا تعد كونها نتيجة لصفاء الفكر واستغراق الحواس في خلوة النوم وهدوءه لا يوجد في الأمر غيب ولا إلهام إنما هي فراسة العقل الباطن الأحلام تفكير وهي ليست دائما إشباع رغبة كما يقول فرويد فأين وجه إشباع الرغبة في الأحلام المرعبة والكابوس؟ إننا لا نرغب في الرعب ولا في الألم ومن الواضح أن كلام يونغ لا ينسحب على رؤي النبوة إنما يختص بالحلم العادي الذي هو حديث النفس في أثناء النوم وهو لا ينفي رؤي النبي التي هي صورة من صور الوحي وحالة من حالات الاتصال بين الله والإنسان والأحلام تستخدم كل الرموز الممكنة ولا تعتمد على الرموز الطفولية وحدها ولا الرموز الجنسية وحدها فالأرنب يمكن أن يكون رمزا للجبن لأن معناه مرتبط بالجبن والرجل الذي يبدو في الحلم في صورة رجل ضخم الجثة وله رأس أرنب يكون معناه أنه إنسان أجوف في الظاهر مثل شمشون وفي الحقيقة خواف يرتجف من خياله وأحسن من يفك هذه الرموز هو صاحب الحلم نفسه لأنه هو الذي وضعها وتكون الطريقة بأن يستعرض هذه الرموز واحدا واحدا ويربط كل رمز بالخواطر التي تتهافت على ذهنه والخواطر المتعلقة بكل رمز هي في الحقيقة القاموس الذي يحتوي على مفتاحه ومعناه وسوف نفهم أكثر حينما نحاول أن نفسر أحلاما كاملة بطولها اكتشاف شاب أعزب عمره ثلاثون سنة يعاني من إحساس حاد مزمن بالقلق وتنتابه رغبات هستيرية يتخيل فيها أنه يحطم كل شيء ويقتل كل من يعبر طريقه وتنتهي النوبات بشعور ثقيل بالذنب ورغبة في الانتحار حاول الانتحار عدة مرات يعتقد أن انتحاره سيخلص الإنسانية من شر مستطير مستعص وأحيانا يتخيل أنه بعد انتحاره سيولد من جديد في صورة إنسان فاضل خير ملاك حياته في أثناء طفولته كانت حياة تعسى أبوه رجل متسلط متحكم خشن الطباع يعنفه ويضربه لأدفه الأسباب وأمه تؤكد له في كل مناسبة أنه لو لا وجودها بجانبه لضربه أبوه حتى الموت وأمه مريضة بداء الحنان تختلق أسبابا لإثارة رعبه وتحكي له عن العفاريت وتقول له إن الغولة ستخطفه ثم تضمه إلى صدرها لتمثل دور المنقذة وتقول له لو لا يلأكلتك الغولة تعال في حضني طالما أنت في حضني لا شيء يستطيع أن يطولك لا أحد يستطيع أن يمد يده إليك طالما أنت بين دراعي طاوعني وأنا أعلمك كيف تكون رجلا وكيف تكون خشنا مرهوب الجانب أقوى من أبيك ذكرياته عن ميلاد أخيه هي مزيج من الخوف المبهم والغيرة والحقد وهي مشاعر ما لبثت أن تحولت إلى عدوان سافر حينما اختص أبوه هذا الطفل الجديد بحبه وحنانه في سن الخامسة تحول البيت إلى معسكرين واتخذ كل من الأبوين ولدا من الاثنين يخصه بالحب ويبسط عليه ظل حنانه ورعايته وانعكس العداء بين الأبوين عداء بين الطفلين ومن تلك اللحظة بدأ شعور بالكراهية يغزو قلب الطفل الصغير كراهية لأبيه ولأخيه رغبة في أن يموت الاثنان وينفرد هو وأمه بالبيت وهي مشاعر كانت تقترن بإحساس بالدمب وتورة يكبتها الطفل في أعماق لا شعور يوما بعد يوم وفي الوقت الذي كانت الهوة فيه تتسع بين الطفل وأبيه كان الطفل يزداد قربا من أمه فهي دائما التي تقدم له الحل السعيد طالما أنت في حضني لا أحد يستطيع أن يطولك لا توجد يد تستطيع أن تمتد إليك بالإيذاء طاوعني وسأعلمك كيف تكون خشنا أقوى من أبيك وحنان أمه المريض يزيد في كراهيته لأبيه والكراهية تنمو وينمو معها شعور جارف بالدمب وفي سن الثلاثين يتحول الصراع الباطني إلى عصاب رغبة هستيرية في الانتحار والخلاص وفي التحطيم والقتل تعقبها حالة من الذهول والهبوط النفسي والشعور بالإثم والخطيئة والمريض يروي هذا الحلم الذي يتكرر ليلة بعد أخرى إنه يحلم أنه يصعد على جبل وأن على يمينه ويساره طول الطريق صفوفا من القتلى وفي القمة تجلس أمه في انتظاره مادة ذراعها وحينما يصل إلى القمة يتحول فجأة إلى طفل جالس في حجرها ويستيقظ من نومه وهو يرتجف من الرعب والحلم ترجمة أمينة لتفكير عقله الباطن بأسلوبه الرمزي البسيط الواضح إنه يصعد ولا سبيل إلى الصعود في الحياة في نظره إلا بقتل كل المنافسين هكذا يصور له شعوره الطفولي إن رغبته الطفولية في قتل الأب والأخ تتحول إلى رغبة في قتل كل منافسه وهو يستمد القوة والطاقة لكل هذه الكراهية من أمه وأمه في الحلم تناديه من أعلى الجبل مادة ذراعها تعال إلى حضني ولا أحد سوف يطولك طاوعني وسأعلمك كيف تكون أقوى من أبيك وأقوى من كل الناس ولكنه حينما يصل إلى ذراعها لا يجد الراحة ولا الأمان اللدين يحلم بهما دائما على العكس يشعر بالقلق والفزع لأنه حينما يبلغ هذه القمة لا يصبح رجلا وإنما يتحول فجأة إلى رضيع في حجر أمه إن أمه كانت تخدعه إن حنانها ليوصله إلى شيء إن ارتباطه بها وبحبها سوف يعود به إلى حجرها على الدوام رضيعا لا يبلغ سن الرجولة أبدا العقل الباطن هنا يضيف حكمته وبصيرته إلى المشكلة إنه يفكر ويقدم فراسته ورأيه على المريض والقصة الثانية بطلها طبيب شاب عمره 24 عاما يعيش حياة خاملة عادية يذهب إلى المستشفى بحكم العادة ويعالج المرضى بمقتضى الروتين يعود في فتور إلى البيت حيث يجد أمه وأمه تتولى كل أموره وترتب له حياته ومواعيده وتختار له أصدقاءه وصديقاته وهي حينما تلاحظ أنه يبدأ بميل لواحدة من هؤلاء الصديقات ويهتم بها تدم فيه لتصرفه عنها وهو أحيانا يتور ولكن ثورته تنتهي باعتذار وقبلة على جبين أمه وإحساس بالندم ثم تعود الحياة لتتكرر فاترة يوما بعد يوم وهو في طريق عودته إلى البيت كل يوم في المترو يلتقي في الديوان بحلقة من الموظفين يتحدثون ويدخنون وحديثهم في العادة لا يخرج عن ثلاثة أشياء العلاوات وأزمة السكن ومزاج المدير يوما بعد يوم يسمع هذا الحديث ويشعر في أعماقه أن هؤلاء الناس ميتون في الحقيقة لا يعيشون وأنه مثلهم ميت لا يعيش في أحد الليالي يحلم بهذا الحلم الغريب إنه واقف يتفرج على تمثال من الرخام وإلى جواره امرأة في يدها إزميل تنحت من الرخام تمثالا لرجل ولكن الرجل الرخام ما يكاد يستوي كاملا حتى تدب فيه الحياة فيتحرك في ثورة إلى المرأة التي نحتته فيقتلها ثم يستدير إلى الطبيب ويجري خلفه يهرب الطبيب مذعورا يطارده التمثال ثم يشتبك الاثنان في صراع مؤمد وتخطر للطبيب فكرة أنه إذا استطاع أن يجرجر ذلك الوحش إلى الداخل حيث تجلس أمه فقد تستطيع أن تساعده وهو يجري فعلا ويدخل به إلى غرفة الأم لكن الشيء الذي يدهشه أن أمه تنظر إليه بلا مبالا وتكاد لا تلحظ وجوده وتنصرف إلى ثرترتها مع ضيوفها ويهمس الطبيب في نفسه فكذا كنت أقول دائما لا أحد يهمه أمري لا أحد يمكن أن أعتمد عليه سوى نفسي ويبتسم في راحة ويستيقظ من النوم الحلم صورة مشروحة بصور للمشكلة إن الطبيب يشعر في أعماقه أنه مسخوط على هيئة تمثال رخام وأنه ميت لا يشعر ولا يعيش وأن أمه هي التي نحتت منه هذه الصورة المتحركة التي يراها الناس وهو في نفس الوقت يكره أن يكون صنيعة أمه وأن يكون ملك يمينها ويعبر عن هذه الكراهية في الحلم بثورة التمثال على صانعه وقتله لكن الصراع في الحقيقة ليس بينه وبين أمه بقدر ما هو بينه وبين نفسه إنه منقسم في الحلم إلى صورتين تمثال والمتفرج وهو يشتبك مع نفسه في النهاية مع نفسه الثائرة الصاخطة في محنة عذابه يفكر في أنه ربما لو أنه دخل إلى غرفة الأم ليشكوى لها ربما استطاعت أن تجد له مخرج ولكن ما يكاد يدخل عليها حتى يلاحظ أنها لا تكاد تدرك وجوده وأنها منهمكة في الترترة مع ضيوفها وهنا يهمس إلى نفسه أو يهمس إليه عقله الباطن في الحقيقة ألم أقل لك أن لا أحد يهمه أمرك وأن الحل هو أن تعتمد على نفسك وهو يبتسم في راحة قد شعر أنه وجد طريقه أخيرا ونفهم من هتين القصتين أن الحلم ليس هديانا وليس بعثا مكررا لمشكلات الطفولة وإنما هو في الحقيقة بعث جديد فيه خبرة العقل الباطن وحكمته وبصيرته إن الطبيب لم يكن يعلم في يقضته أنه صنعت أمه إلى هذه الدرجة إلى درجة أنه تمثالها الحجري هذا اكتشاف اكتشفه العقل الباطن وبالمثل لم يكن صاحب الحلم الأول يدرك في وعيه أن أمه هي التي حشدت في قلبه كل هذه الكراهية وأنه لن يصل بارتباطه بها إلى أكثر من التقهقر إلى طفولته الأولى والحوادث والقصص والبسرحيات التي نقرأها لكبار الكتاب ونظن أنهم يكتبونها بوعيهم هي في الحقيقة مثل الأحلام شعاع عقولهم الباطنة وهي مثل الأحلام قابلة للتفسير إن قصة التيامات البابلية صورة من هذه الأحلام والقصة تحكي أنه في سالف العصر والأوان كانت تحكم الدنيا إلهة أنثى اسمها تيامات وكانت هذه الربة الأنثى تحكم الكون كله بما فيه من ذكور ولكن الذكور ما لبثوا أنثاروا على حكمها واختاروا مردوخ قائدا لهم وأعلنوا الحرب عليها وقبل أن ينصبوا مردوخ قائدا قاموا باختباره وتقول الخرافة إنهم وضعوا على المائدة ثوبا وأشاروا إلى مردوخ قائلين أتستطيع أن تقول للشيء كن فيكون أتستطيع أن تفني هذا الثوب بكلمة وتخلقه من العدم بكلمة من شفتيك فتكلم مردوخ وقال للتوب كن فكان فرقص الآليات الصغار فرحا وقالوا مردوخ أنت قائدنا اذهب فحارب الإلهة تيامات وذهب مردوخ ليحارب تيامات وبعد صراع دموي طويل انتصر عليها وقتلها وأصبح الإله الواحد الذي يحكم الكون كله بما فيه من إناث والقصة حلم ومحتوياتها الرمزية تفسر نفسها بنفسها الاختبار الذي اختبر به الآلهة صغار مردوخ يكشف عن الحسد الأكال بين الرجل والمرأة والرجل منذ الأزل يحسد المرأة حسدا أكالا لأنها قادرة على الخلق ولأنها تستطيع أن تحمل وتليد وتجدد نفسها بنفسها وهو بجانبها ضئيل دوره تنوي مجرد متفرج والمرأة هي الخالقة بالفعل والأم بالفعل لكل الذكور ولكل الإناث والرجل دوره تافه ماذا يفعل الرجل ليثبت أنه خالق مثل المرأة ومبدع مثلها ليس أمام الرجل إلا أن يبدع الكلمة ويخلق الفن والفلسفة والفكر والقانون والدين وهذا هو ما حدث بالفعل ولقد بدأت الحضارة بسيادة المرأة لأنها الوحيدة التي كان في استطاعتها أن تتحقق من نسب أطفالها هي الوحيدة التي تستطيع أن تقول هذا ولدي أما الرجل فلم يكن يستطيع أن يقول هذا ولدي فما هو إلا واحد من عشرات دوره ليلة عابرة في حياة الأم لا أحد يدري من الذي وضع البذرة ولهذا بدأ تاريخ القبيلة بسيادة المرأة باعتبارها الأمة الحقيقية للجميع وبعد صراع دموي انتقلت السيادة إلى الرجل حينما اخترع الكلمة ومن الكلمة صنع الفن والفكر والعمارة والحضارة وأصبح مفكرا وقائدا وفيلسوفا ونبيا وتضاءل دور المرأة إلى مجرد الحبل والولادة ومن هنا كان اختبار مردوخ في الخرافة وكان السؤال الذي وجهه إليه الذكور الصغار الذين يحلمون بالألوهية أتستطيع أن تخلق من العدم بكلمة من شفتيك؟ إن الصراع بين الآلهات في الحكاية ورمز الصراع بين الجنسين افتخار الذكر بقدرته على الخلق بكلمة من شفتيه نتيجة لحسده للمرأة لقدرتها على الخلق والتجسيد بالحمل والولادة وما زال صراع الرجل والمرأة قائما إلى الآن الرجل يحاول أن يسيطر بفكره ومنطقه وقوة نفوذه الاجتماعي وسلطته والمرأة تحاول إخضاعه بإثارة غريزته وحبه وحنانه وشوقه إلى الأسرة والأطفال ما زالت هذه الحكاية هي العقل الباطن للبشرية كلها ورمز الحرب المستمرة بين الرحم وبين الكلمة ومعنى هذا كله أن العقل الباطن ليس مجرد دينمو للأحلام ولكنه دينمو كبير ومحطة توليد كهربائية لكل النشاط البشري في النوم والإقضاء والخيال والحلم والحقيقة إنه القوة الخفية التي تشكل الوعي واللاوعي وتشكل الفن وتشكل الحضارة وتشكل التاريخ فسر أحلامك تفهم نفسك وتفهم الإنسان الحلم الذي رأيته في الليلة الأولى كان الحلمك الآتي أنا ماش في طريق من طرق القاهرة القديمة الشارع مبلط ومبلل بالمطر ومهجور وأنا أسرع الخطى لأصل إلى الحسين أريد أن أزور الحسين وأركب تراما والترام الذي أركبه ترام قديم دعربة مفردة مثل قطارات الترام الذاهبة إلى السيدة سكينة وإلى السيدة نفيسة ومع أن المنطقة شعبية مزدحمة إلا أن الترام يبدو مهجورا وخاليا وهو ينتقل من شارع مهجور إلى زقاق مهجور إلى خلاء موحش إلى مكان أكثر وحشة إلى مكان كالخرابة وأنزل في هذا المكان الخريب الموحش لأذهب إلى الحسين وأبحث عن الحسين وأبحث عن منزل الحسين وأعتر على سرداب تحت الأرض هذا السرداب سوف يوصلني إلى الحسين وأنزل في السرداب ويوصلني السرداب إلى جب مظلم وأنزع بضعة قطع من الخشب تسد طريقي وأنزل أكثر وأشعر بالضيق والحر فأخلع ثيابي وأصنع منه وسادة أضعها على أرض الجب ولأول مرة منذ بداية هذا الطريق الطويل الشاق أشعر بالرحة ويدخل بصيص من نور من طاقة في السرداب وأحس أني وصلت وأني الآن أستطيع أن ألتقي بالحسين ثم أصح من الحلم والحلم صورة رمزية واضحة للانتقال إلى الآخرة ولعملية الدفن والخروج من الخشبة والنزول إلى باطن الأرض وخلع الثياب ولقاء الحسين رمز الالتقاء بعالم الروح والإحساس بالراحة بعد مشقة المشوار وبصيص الفجر هو رمز لشقاء الحياة وراحة الموت والخلاص والنجاة من عذاب الدنيا ومعنى الحلم إذا كان من أحلام الإلهام والنبوءة أني سوف أموت قريباً والعياذ بالله والحلم الثاني في الليلة الثانية يؤكد هذا المعنى بصورة أخرى ورموز أخرى وأنا في هذا الحلم الثاني يأتيني نبأ بأني مطلوب للعمل في المجلة المسائية وحينما يأتيني النبأ وأحتج بشدة وأقول إني محرر بمؤسسة روز اليوسف ولا أستطيع أن أترك العمل بروز اليوسف وأسرة روز اليوسف هي أسرتي ولا أستطيع أن أعمل خارج أسرتي وأنا أقول هذا الكلام بيأس وفزع غير مفهومين ولكن الصوت الذي ينبأني يعود فيقول لي بشدة وصرامة أنت منقول إلى المجلة المسائية ورئيس تحرير المجلة المسائية قد طلبك بالاسم فأقول في فزع ومن هو رئيس تحرير المجلة المسائية فيقول لي الصوت رئيس تحرير المجلة المسائية هو سلام موسى وقد طلبك بالاسم فيسقط في يدي من الرعب وأصح من النوم وسلام موسى كما هو معروف انتقل إلى رحمة الله وهذا يعني أن المجلة المسائية ليست إلا رمزا إن معناها في الحلم مجلة الظلام وسلام يوسف يطلبني من عالم الظلام أنا منقول بالأمر إلى عالم الظلام وهذا هو سر الفزع الفزع سببه مدلولات الرموز وليست الرموز في ذاتها وأنا أكاشف هذه المدلولات في أثناء حلمي أنا أفهم بعقل الباطن أن هذا الحلم إعلام بالموت وفي الليلة الثالثة يطاردني نفس المعنى في حلم آخر أنا أقرأ كتابي المستحيل وأتمشى ذاهبا آيبا في مكان خلاء مضيء مشمس وحولي حقول وخضرة ولكني أفاجأ في أثناء القراءة بأن هناك صفحات كاملة مكتوبة بقلم إبراهيم ناجي صفحات نقد للقصة ومناقشة لحوادثها وأشعر بالدهشة وأصح من النوم وإبراهيم ناجي كما هو معروف مات من سنوات وانتقل إلى العالم الآخر فكيف يتأتى له أن يناقشني الحساب ما معنى أن نتجاور كلانا في صفحات كتاب واحد إن الجوار الذي يمكن أن يضمنا هو جوار الرفيق الأعلى جوار الموت بهذا المعنى الرهيب تنطق الأحلام الثلاثة المفزعة والغريب أنها تطاردني في ثلاث ليان متوالية وأن فيها ثلاثة أسماء لثلاثة سفراء من عالم الموت سيدنا الحسين وسلام موسى وإبراهيم ناجي الثلاثة على موعد معي راندفو يبدو في الغالب أنه راندفو في الجنة لأن أماكن اللقاء في حقول مزهرة مخضرة وفي حضرة ولي من أولياء الله الصالحين ولكنه راندفو مفزع على أي حال وقد سألت نفسي باعتبار أخصائي أحلام معنى تواتر هذه الأحلام المتشابهة في ثلاث ليال متتالية هل يكون انشغالي بفكرة الموت هو السبب؟ لقد كنت مشغولا منذ شهور بكتابة الصفحات الأخيرة من كتابي لغز الموت وهو كتاب يبحث في هذا السؤال الواحد المحير معنى الموت وكنت مريضا ومشغولا طوال هذه المدة على صحتي ولكن انشغالي بهذه المشكلة قديم وأنا منذ سنوات أفكر فيها تلقائيا كل ليلة فما الذي بعثها في عقلي الباطن في هذا الوقت بالذات؟ أعتقد أن الحدث المباشر الذي حرك المشكلة في باطني هو وفاة زميلنا الحبروك فجأة وفاة أشبه بالاغتيال أشبه بطلقة مسدس من الداخل من القدر والوفاة فجأة هكذا حادث يروع العقل ويشله لأنه حادث بلا منطق وبلا مقدمات والثمرة لم تقع من شجرتها لأنها نضجت وعطبت وإنما سقطت وهي خضراء فقد مات الحبروك وهو في نظرة شبابه لماذا مات هكذا فجأة؟ إنها لماذا عقيمة بلا جدوى بلا فائدة بلا جواب شاف وهي لهذا تتحول إلى محنة وعذاب وخوف وفزع إن أركان الحدث تشبه أركان جريمة بلا دوافع وفاة فجائية بنزيف في المخ فجار شريان ونزيف قاتل بدون مقدمات القدر يبدو سفاحا طليقا يقتل ويسطو ويدبح بلا منطق وفي أمثال هذه الحوادث يلود العقل الباطن بنفسه وينكمش على ذاته رعبا كما يلود عابر الطريق بالجدار حينما يفاجأ باثنين يتقاتلان في وحشية في الشارع إنه يشعر أنه في حضرة سفاح مجنون بلا عقل يمكن أن يرتكب أي جريمة في أي وقت بلا مقدمات أو أسباب وهو لهذا ينكمش في ثيابه ويلتصق بالحائط ويرتجف رعبا وهذا هو ما حدث لعقل الباطن حينما اصطدم باللا معقول بهذا الحادث الغادر فانبعثت منه هذه الأحلام المرتجفة ومرة أخرى شعرت أن هذا التفسير غير كاف وعدت أفكر من جديد وبشكل تلقائي ارتبطت كلمة الجنازة في ذهني بكلمة الجوازة هل أنا أفكر في الزواج وأشعر في نفس الوقت بالخوف من الزواج ويقترن التفكير في الزواج بالموت في عقل الباطن؟ ربما إن الدفن في كتاب التفاسير القديمة رمز للزواج وهناك ترادف بالفعل في وجداننا الشعبي بين كلمات مثل الدخلة والخرجة والدفن والجنس والنزول إلى المقبرة يمكن أن يكون هو النزول إلى بيت الزوجية والنزول إلى الخشبة يمكن أن يكون هو النزول إلى الكوشة بدليل إحساس الراحة والوصول وبدليل بصيص النور الذي شاهدته في المقبرة وهي أشياء لا يفسرها الموت ولا يمكن أن تكون أحاسيس ما بعد الموت بالنسبة لعقل باطن يرتجف ذعرا من الموت ومن سيرته والالتقاء بالحسين يمكن أن يكون رغبة في مصاهرة عائلة طيبة صالحة وكتاب المستحيل في جو من الخضرة والماء والخلاء يمكن أن يكون رمزا لتحقق المستحيل والمستحيل في القصة كان زواج الحبيبين واستدعاء سلام موسى لي وأوامره المشددة لي يمكن أن يفهم منه التذكير بآراء سلام موسى في هذا الموضوع وسلام موسى تزوج في سن مبكرة وكان يرى أن الزواج ضروري وكانت له نظرية في الزواج حتى مع عدم وجود الكفاية الاقتصاد ومع عدم توفر القدرة على فتح بيت وذلك بأن يتزوج الرجل فتاته وتظل مقيمة عند أهلها سنوات وهي متزوجة وتلتقي بزوجها كل أسبوع في الإجازة لقاء الأحباء لتعيش معه ساعة في التبات والنبات مع مراعاة ضبط النسل حتى يأتي فرج الله ويستطيع زوجها أن يفتح لها بيتا مستقلا وبهذا تكون الأحلام الثلاثة مدلولات رمزية للتفكير الملح في مسألة الزواج مع خوف باطني شديد من الإقدام على هذه الخطوة حيث تقترن في عقل الباطن بالإقدام على الموت وقد كان هذا هو ما يؤرقني في تلك الأيام بالفعل وهذا يعني أن النظريات التقليدية في تفسير الأحلام غير كافية لوضع منهج كامل يتطابق مع كل حالة فردية ويفسرها لا يمكن قبول تفسير فرويد الجنسي على أنه رأي نهائي عام ينطبق على الأحلام جميعها ولا يمكن قبول فكرة الإلهام والنبوة ليونغ على أنها تفسير لكل حلم ولا يمكن التسليم مع بيردسون بأن الحلم مجرد نشاط ذاكرة لأن الحلم في النهاية حادث شخصي بحت ذاتي بحت إنه رؤيا سرية ومكاشفة سرية بين الشخص وبين نفسه وتفكير ذاتي في أخص خصوصياته إن صاحب الحلم هو الذي يضع نظريته وهو الذي يضع رموزه وهو الذي يمتلك مفتاح هذه الرموز وقاموسها ومدلولاتها وبالرغم من تشابه النفوس الإنسانية فإنها تختلف بعد هذا اختلاف بصمات الأصابع فيصبح لكل نفس منطقها ولهذا لا توجد في رأيه نظرية عامة لتفسير الأحلام وإنما توجد نظريات متعددة لها تطبيقات متعددة مختلفة بعدد الناس الذين يحلمون لكل شخص شفرته السرية وحتى هذه الشفرة الشخصية لا تنطبق على الشخص في كافة مراحله إن كل مرحلة من مراحله لها نظرتها ولها رموزها ومدلولاتها وهمومها ولها مدخلها الخاص إلى التفسير والنظريات الموجودة هي إرشادات ضرورية وهامة على الطريق وتدريب على التفكير النفسي مثل تدريب قصاص الأثر ليستطيع كل واحد بعد هذا أن يقتص أثر أفكاره ومشاكله ويتعقبها ويكتشفها في ملابسها التنكرية كما تتبدى في أحلامه والجهد في النهاية جهد شخصي ذاتي على كل فرد أن يكتشف نظريته لا في فرويد ولا في يونغ ولا في بيرجسون ولكن في نفسه إن هؤلاء العلماء مدربون يقدمون إرشادات واقتراحات لتنوير الطريق الطريق الذي نسير فيه عبر الحواجز والعقبات لنصل إلى نفوسنا ومن خلال محاولاتنا لقفز هذه الحواجز يكتشف كل منا أسلوبه ويكتشف شفرته السرية والنظرية التي ينظر بها إلى العالم بعقله الباطن ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر